موسيقى اهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ابشر والذي يعرض من على شاشة الأيام الفضائية المباركة طبعا احنا مستمرين وياكم مشاهدين في تصوير حلقات برنامج ابشر ومثل ما قلنا يعني سافرنا إلى بابل وعلى واسط والتقننا بالكثير من المرشحين واللي كان لهم حقيقة أفكار وآراء كثيرة واختصاصات مختلفة تقننا إلى بغداد في جانبي الكرخ والرصافة اليوم ايضا احنا بعدنا في بغداد تم دشوفون واحنا هاي زعفرانية قبالنا وهنا البعيثة يسموها وحقيقة من دخلنا إلى هذه المنطقة تفاجئنا أنه هاي نتذكرها كانت كلها بساتين ونخل وزرع وإلى غير ذلك من الأمور اللي كان الفلاحة العراقية يقدر يجهز السوق بها من كل المنتجات الخضروات والطماطة والبيوتنجان شجار كل شيء والتمرو إلى غير ذلك من الأمور اللي تزرع وتنجح هذه المناطق في زراعتها من خلال الفلاحين اللي كانوا طبعا مركزين على موضوع الزراعة واللي ضعفت بالفترات الأخيرة لأسباب كثيرة والبعض من عدنا يعرفها فمن دخلنا إلى هنا نتفاجئنا أنه هذه المنطقة تحولت إلى مناطق سكنية وطبعا من تحولت إلى مناطق سكنية مو عن عبث لأن أكو أزمة سكر حقيقة موجودة في بغداد وفي كل العراق ومع الأسف عندنا مناطق واسعة وشاسعة وهي شيء شاني شول تروحون تشوفوها بس تطلع حدود المحافظة تشوف أنه ما أعرف ليش هذا الاكتظار داخل المحافظة شوي أوسع ما أعرف وزارة التخطيط أصحاب الاختصاص جدي يسوون ما أدري فجينا اللي قينا البناء هنانا يعني بناء راقي بيوت ممتازة الله يحفظهم ولكن أنا متأكد هم عندهم مشاكل هاي أرض زراعية شون تتحول إلى طابو طابو زراعي معرف شنو أكو بيها هوايا مشاكل زيما من بنوا الناس هنا شون قدروا يبنون الأمور كانت مسهلة لو ما مسهلة أكو أحد أخذ من عندهم فلوس لو ما أكو أحد أخذ من عندهم فلوس مشاكل كثيرة مشاهدين الكرام احنا نسمع دائما هذا اللوري مني يطبل هنا أنا ما يدخل إلى هاي المنطقة إلا يأخذون من عنده مبلغ حسنا صدوا بشيء ما ندري ما شايفيني بعنا ولكن الناس تهت شيء وهاي أبو الاسمنت مني يجيب الاسمنت كذلك وما نعرف على كلهم فهاي الأمور المفروضة الدولة تنظمها أصحاب الاختصاص ينظموها ومو بس هيش لازم يقولون هاي قطعة الأرض اللي هي كواقع حال تحولت من زراعي إلى سكني المفروض بعد هاي خلاص صارت واقع حال أسهل عملية دخول المواد الإنشائية ومواد البناء من خلال تواجد السكلات إلى غير ذلك مو أصعبها على المواطن هو المواطن قوم لملمهة لو ما أخذ قرض لو ما أعرف شنو لو مداين حتى دايبني لقعد أهله ببيت وطن مو؟ من البيت وطن تيجي أنت تأخذ من عنده فلوس أو الضايقة أو كذا على كله إحنا نريد أرجوكم قرارات بها خير تنفع المواطن العراقي إحنا في بلد غني مو فقير يعني ما يصير المواطن العراقي يهج يطلع إلى دول أوروبية وخلال ومن خلال تطبيقه للقانون وخلال فترة قصيرة يسلموا بيت وشقة ومن خلال شغلة وعن طريق القروض وكذا يقدر يشتري مزرعة إلى غير ذلك هم ودي نشوفها واصدقانا وديعشونا وكذا ويجي ليش عندنا ما يكون يجي شيء؟ لا كله كله لازم صعب البارحة واحد يسولي فلي يقول لي ديري عنده معاملة ما الفتح بيان وبيت وقطعة أرض يريد يبيحها وكذا ويجي طابين من عنده مبلغ يعني شينه؟ زيتم ودي تقاضى راتب أنت يا مو الموظفي فلان إلى متى أنتوا تفكرون بهاي الطريقة اللي حقيقة فساد مالي وكذا وي ودي تأخذ راتب ودي تأدي المفروض واجبك ليش تريد تأخذ من هذا المواطن اللي هو منكوب شاركوف وكل شيء ما يصير هلا كله هاي كلها تحتاجها لقوانين من يسن هاي القوانين؟ الدولة الحكومة مجلس المحافظة المحافظة وخلاص ما نظل إحنا نقول هاي المشاكل ونستعرضها وماكو حلولي ها شوفوا هذا الشاط مالتنا هذا دجلة غير أجيعتني بي بشكل صحيح والله العظيم أحسن مرفق سياح يصير هذا الشاط هذا دشوفوه قدامكم سياح يجون هنا ها قصب من يشيل هذا القصاب ما ندري موجود في ضفتين نهر ومساحات شاسعة وتعبر خوح على الجسر هذا مازع فرانية اتباوع جزرة وسطية شكبرها شيلوها جزرة مالتراب يعني يجب نص الشاط نظفوه للشاط راتبوه كروه معرف على كل راح نبدي حلقتنا ويا مرشح جديد خليكم ويانا اهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام وشخصية أخرى أيضا مقدمة لانتخابات مجالس المحافظات نتعرف بها سلام عليكم استاذ عليكم السلام ورحمة الله حياك الله مرحبا بيك والله يسلمكم والله شيء يساوي يعني يتطلع بالعمل تستاهلون انت واحد يطلع ياكم يعني باش رقب إذا أحد اتصل بيك مثلا صباحا لأمر طارئ وانت عظمس المحافظة راح تقدم له الخدمة تلبي نداءه لو قافل تليفونك يعني طالما نتعرف بيك تخيل تعرف الصورة الذهنية الموجودة عند المواطن هكذا يعني واللي سبقونا يعني وصلو لكم هذه الفكرة مع الأسف الشديد نحن يعني نحاول انه نغير هاي الصورة الذهنية الموجودة عند المواطن انه عظمس المحافظة يعني هو يعمل لخدمة المواطن يعني هذي الهدف اللي نحاول نوصله نوصل الفكرة هاي للناس ونغير هاي الصورة الذهنية الموجودة عند الناس عن المجلس المحافظة والبرلمانية والمسؤول الحكومي بالتالي أريدك تعرف نفسك للسادة المشاهدين بالتفصل أنا المرشح أحمد رحيم علوان الكلابي مرشحا تلاف إبشري عراق تسلسل رقم 6 حائز على شهادة البكالوريوس بالتربية رياضية والمواجسية في العلوم السياسية عملت طيلة الفترة الماضية تقريبا من 2007 إلى اليوم بالنشاط الرياضي في جامعة النهرين تسلسل رقم قائم تسلسل رقم 6 القائمة 143 ومن خلال وجودي في جامعة درسة البكالوريوس والماجسسير والدكتورة بالعلوم السياسية لأنه أعتبر نفسي أنا ناشط سياسي وأعمل في هذا الحقل ويتطلب أنه تكون عندك شهادة أكاديمية بالإضافة للتخصص لأنه اللي شفناه بالفترة الماضية سياسين يعني تقدر تسميهم يعني يستاهلونها التسميم اللي أقولها عليهم أغلبهم دخلاء على العمل السياسي ما يفهمون في السياسة لأن السياسة هي معناها العميق أنه اتخاذ القرار الصحيح بالوقت المناسب أي قرار إذا ما كان وقته فهو وقته مناسب فهو لا شيء ومرات يكون الوقت بس القرار مو صحيح فالسياسي المحنك اللي دارس أكاديمي وفاهم السياسة هو أنتوا تأخذ القرار الصحيح بالوقت المناسب وهذا حقيقة يعني ما وجدنا عدل أغلب السياسيين الموجودين وإنما أغلبهم هو دخلاء على السياسة شون علاقة الرياض بالسياسة؟ بكاليوريوس تربية رياضية بعدين كملت علوم سياسي هو تعرف سابقا كانت الشهادة في كل الاختصاصات لها قيمة معنوية ولها قيمة مادية بعد التخرج في التعيين والهاني أنا كنت رياضي من أني شاب صغير ومن المتوسطة والإعدادية فأول شيء كنت أفكر بي التربية رياضية رغم أني كنت متفوق بالإعدادية وخذت جبت معدل عالي بالأدبي لكن اختارت كان الخيار الأول بالنسبة لي تربية رياضية وتخرجنا بتربية رياضية وما عملت بأي جانب آخر غير التربية رياضية وضاف إلى أني كنت لاعب وبعدين صرت حكم ومدرب بنفس الوقت حكم وصلت للدرجة الأولى بالعام 2000 ثم سافرت خارج العراق فترة قصيرة ولجعت قبل 2003 أما السياسة حبيت قضية سياسية وأنا قراءاتي كلها بهذا الجانب هنريكي سنجار وكثير من السياسيين وروبرت قرين قرأت كيف تمسك بزمام القوة وأدعو كل واحد يريد يشتغل بسياسة ويقرأ هذا الكتاب لأنه يفهمك شون تقدر تعيش مع هذا كل المجتمعات وكتاب الميكافيلية والميكافيلية فأحب هذا الجانب وكل قراءات بهذا الجانب ولهذا حبيت أن أدرس العلوم السياسية كشهادة أكاديمية والحمد لله وشكر حالياً شون تشتهم؟ حالياً بجامعة النهرين بالنشاط الرياضي بالنشاط الرياضي معناً بجامعة النهرين يعني ما مارس اختصاصك كالهم سياسي؟ من 2006 أشتغل بهذا الجانب الانتخابات ثم بعد 2010 تأخذت جانب التحليل السياسي ومن 2010 اليوم ظهور تقريباً مع عشرات القنوات الفضائية المحلية والأجنبية في قضية التحليل السياسي والجانب أنا أقصد أكاديمياً يعني مدرسيت بالكلية العم السياسية؟ لا لا أكاديمياً لا مدرسكاً شون اللي دفعك أنه تقدم انتخابات مجالس محافظة؟ تعرف بغداد يعني بغداد تاريخ وعراقة بغداد إلهم وكانتها بالتاريخ أذكر أحد الرحالة كان يتحدث عن رحلاتي أمام مجموعة من أصدقائي وكل العالم يعني مفتر كل العالم سأل أحد الرحالة قال هل زرت بغداد؟ قال لم أزر بغداد فجاء وقال إنك لم ترى شيء يعني هذه بغداد بالتاريخ بالنسبة لنا فلما تجي من 2003 وتشوف اللي يعني مثلا اللي تعاقبوا على محافظ بغداد وأمين العاصمة حقيقة يعني مع احترامي اللي يداهت شويا أنه أنا اعتبر كل اللي يستلموا مناصب بغداد كانوا متعمدين أن يعطوهم هذه الشخصيات هذه المناصب لهذه الشخصيات لأنها أهانة لبغداد يعني أنا من أجيب واحد يعني أمين عاصمة مثل بعض الشخصيات أنا اعتبر هذا الشخص هو من أخليب هذا المكان هو أهانة لتاريخ بغداد وأنا اعتقد هذه مو سوء اختيار وإنما هي تعمد من اللي جابه لهذا المناصب يتعمدون لإهانة بغداد والإهانة تاريخها ما أعرف لأنه بغداد يعني تسبب لهم فد يعني فد شي يعني ما أعرف يعني شون السبب اللي يختاروني شي نمالج وإلا بغداد تستحق أكثر تستحق ناس إلهم مكانتهم إلهم يعني رؤيتهم إلهم تاريخهم إلهم فكرهم لأن بغداد موت من تبليط ولا بعمارة ولا مول بغداد أيضاً يرادلها اللي يشتغل الأمين عاصمة يشتغل المحافظة رادل يكون عنده فكر يحافظ على عراقة بغداد في يعني في قضية البناء ونوع البناء وترتيب البناء هاي بغداد هذا اللي تستحق هذا كلها دفعني أحاول أن أكون جزء من الفريق المسؤول عن المحافظة وعن الأمين حتى نحاول أن نوصل فكرة أنه يعادة تاريخ بغداد من خلال الأعمال الهندسية الأمين ما لا علاقة محافظة ما لا علاقة بأمانة بغداد أمانة بغداد مرتبطة بمجلس الوزراء المجلس المحافظة هو يكون رقيب على المحافظة وعلى الأمين صحيح هو ارتباط الأمين العاصمة بمجلس الوزراء لكن جهة رقابية مجلس المحافظة جهة رقابية على المحافظة وعلى الأمين المحافظة على طرح لا لا أفو المجلس المحافظة جهة تشريعية ورقابية تشريعية رقابة على المحافظة والمدراء العامين أما تشريعية شرع قوانين للمحافظة على كلين اليوم بغداد شنو تحتاج بغداد حقيقة أنت من تمشي بشورع بغداد تجد أكوام النافايات في كل مكان يعني هذا أول شيء مو فقط المحافظة ولا فقط مجلس المحافظة ولا حتى الحكومة تبدأ من المواطن النظافة تبدأ من البيت توصل إلى الشارع للدارة الحكومية اللي ينتبه فلما يكون المواطن هو مواطن مهمل ومو نظيف وإذا مرات يحرص على نظافة بيته بس ما يحرص على نظافة الشارع أنت الشارع المواطن لا يحتاج إلى شوارع نظيفة وإنما الشوارع تحتاج إلى مواطن نظيف حتى تبقى نظيفة حقيقة أنا ما أخذ هذا الجانب وأردأ أخذ قضية الخدمات أو لجة الخدمات ونحاول خلال علاقتنا مع البرلمان نشرع قوانين تتعلق بغرامات بالنسبة للرمي النفايات لأنه أنت تعرف الشارع ملك عام مو من حق أي واحد إذا يريد ابنه لنزل الطابقات والرملات وهذا بالشارع ولا من حق أي واحد يرمي أي شيء تفعيل موضوع الكاميرات على التقاطعات وبالشوارع العامة مراقبة الناس المخالفين اللي يرمون النفايات وهذه وأنا شهادتها هذه بأربيل وشهادتها حتى حسب الأنبار نسوين فتقوانين وتعليمات في قضية اللير من النفايات بالشارع وفتغرامات وكاميرات هذه المهروض هي بغداد أولى به هس إحنا مندخلنا بالمنطقة هنانا لقينا هواية نفايات مشمورة يعني بالدرابين بالكذا بداية الشارع ما يعني شون الكابيسات ما تدخل وشو اسمها هاي المنطقة؟ طبعا هاي المنطقة حرب الجهور والبعيثة المناطق كلها زراعية الأراضي كلها زراعية يعني قسم طاب وزراعي وقسم مملوك للدولة سبيوت ما شاء الله ده تتحول إلى مناطق سكنية وبناء محترم يعني مرتب تعرف المواطن يحتاج إلى سكن وهذه التوفير السكن مسؤولة الحكومة لما الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها اتجاه المواطن فالمواطني يبحث عن بديل والبديل قد لا يكون بديل مثالي أو متوفر وإنما لازم به فتقضية قانونية ما لم يجد المواطن البغدادي بديل إلا بالأراضي الزراعية اللي هي بأطراف بغداد فاضطر تحت الحاجة لأن البيت الواحد العائلة الواحدة صارت ثلاث عوائل وأربع عوائل وخمس عوائل في المناطق الكبيرة يعني مثلاً في اليرموك أنا كنت ساكل في اليرموك البيت 800 متر أو بيوت 1000 متر فالأبو 800 متر تسعيم للبيت الآن لما تروح لليرموك الأربع عوائل تلاقي الأبو 800 صارت ستة بيوت وأبو ألف صارت تقريباً ثمانية فوجدوا البديل ربما لكن بعض المناطق الأخرى تسعيم للبناطق بغداد البيت مالت 200 متر وصار به خمس عوائل كيف نتحدث عن هذه المنطقة؟ هذه المنطقة هذه بيوتها كلها طاب والا طاب والشي هذه بيها طاب وزراعي مملوكها للمواطنين وأكو وأكو زراعي بيها مشكلة قانونية اللي قاعدين هنا؟ طبعاً مشكلة قانونية هو أنت الأراضي الزراعية الصينفة الزراعية ما تتحول إلى سكني إلا تحت شرطين الشرط الأول أنه 25 سنة ما مزروعة وعدم توفر مجرى ماي طبعاً طاب والزراعي هنا الشرطين متوفرات يعني أكو مجرى ماي وكانت مزروعة بساتين لماذا تحولت هذه المناطق الخضراء إلى مناطق سكني؟ هذه المنطقة كانت سابقاً عبارة عن مزارع خمسة دونم وأربعة دونم وثلاثة دونم مزارع وأيام نظام السابق وزعت لكبار القادة بالدولة والمسؤولين والجيش والدولة والآخرين وبعد 2003 أغلبهم سافروا خارج العراق وخلوا وكلها ثم كانت بدأت بفكرة أحدهم باع الأرض مالتها وقطعها وسوى خدمات مي وكهرباء وتبليد الآخرين لما شافوا قضية مشروع نجاح وصلت إلى تقريباً أربعة أو خمس كيلوات داخل المنطقة وإنما هذا كله كانت عبارة عن بساتين وبساتين نخيل وأشياء مثبرة وحزام أخضر لبغدادي يولد درجة طيبة من البرودة ولهذا تجد درجة الحرارة داخل بغداد أكثر تقريباً ثلاثة إلى أربعة درجات عن هذه المنطقة فصارت هذه القضية والصنف الثاني مملوك للدولة قانون 25 وقانون 35 وطاب الزراعي ساكن هنا في هذه المنطقة؟ أنا ساكن من 2021 لأنني كنت قاعد باليرموك مؤجر مؤجر لما توصل المرحلة من العمر وأنت عندك أولاد وكذا وما عندك بيت قضية زحمة فاضطرنا أنه ناخذ لنا قطعة 100 متر ويعني الحمد للأخرى ثلاث سنوات كمناها وهذا الساكنين كانت أكون سهولة بالبناء وإدخال الموار؟ شوف طبعاً هو القانون قانون يعني بس وين القضية بالتنفيذ القانون والإشراف القانون طرف الجهات الحكومية الأمنية التي تنفذ القانون سمحت بفساد معين من المسؤولين الموجودين أو القادة الأمنيين وهذه عبارة عن منجم من الأموال الآن كل الجهات المسؤولة على منع تحويل الأراضي الزراعية إلى السكنية مليارات الدولارات جنوا من هذه من خلال المقاولين ومن خلال المستثمرين إلى هذه اللحظة إلى هذه اللحظة يعني جوز قبل ستة شهر لما صدر قرار من الدولة إيقاف العمليات البناء بالأراضي الزراعية ورغم ذلك أكو خروقات أنه أبو اللور يدفع والمستثمر يدفع طبعاً تعرف اللي يفتح له خمس دوانم عنده قطع خمس دوانم يقطحها عادي يدفع له مئتين ألف دولار وثلاثم ألف دولار أو خمسمائة ألف دولار يدفع للمسؤولين الأمنين بهذه المنطقة اللي يمنعون أنا أذكر يمنعون هي المفروض ماكو بناء يعني أراضي الزراعية أنا أذكر أول ما بديت أبنى أول يوم بديت أجي وراء عشر دقيقة لما طلعت راجعاً للدوام اتصل علي المقاول قال للساد هذولا الجهة أمنية الجيش قالوا اللي ما يصير وكذا هذي دائرة أكتر جعت قلت لي حضرتك موقف العمل ما البيت مالتي قال لي ممنوع قلت لي شون الممنوع هذا من الممنعه قال لي ممنوع قلت لي هاي كل هاي الآلاف البيوت وهاي التبليط وهاي الكهرباء والمي كل هاي بالسنين كل الشركات قاعدت يشتغل شون اشتغلت هذي شون ليش ما منعتوهم لو أنتم قصرين لو مستفادين قال لا ما يصير تحكي قال لي قلت لي لا ههذا الحكي قلت لي باوع أنا بالنسبة لي خلص راح ما راح أبني قال لي دروح لهذا الفوج قلت لا روح للفوج ولا أبني مو أنا السادة بالجامعة قصما على الدولة تبني لي بيت وتأثثة والسيارة وقلت فضل السادة أنا مو حاطلي مئة متور واردخلي لي سقف وقعد بيها جهالي وتيجي حضرتك وغيرك يقولوا لي هذي عفتها عفتها ومشيت فالقضية قضية ملايين الدولارات ملايين الدولارات للسيطرات وغير السيطرات إلى هذه اللحظة الدولة مانعة وأكون تعبر يعني سيارات اللي محملة مواد سمينت وطابوق بطريقة و بأخرى لو توفرت لك فرصة وإن شاء الله تكون العظمة اسم حظة بغداد شون تقدر تسوي بخصوص هذا الموضوع اللي حضرتك ذكرته الفساد بالتعامل مثل هكذا ملفات تعرف أول شي لازم الشرع قانون توقف عملية البناء إلى الحد اللي يوصل به بعد خلاص يعني ما يكو أي بناء وترتب عليها عقوبات وبالنسبة للجهات اللي المنفذة والمسؤولة يتوقف هذه وثم تبدأ تشرع القوانين في قضية أنه تعامل مع واقع حال مثل هذه المنطقة الآن يعني هي طابو زراعي واقع الحال خلاص يعني مئات الآلاف من المواطنين الساكنين وآلاف من البيوت هذه فأبدأ أحول القانون مثلا الطابو الزراعي اللي هو ملوك للمواطن و أشرع لقانون اللي تحويل من الزراعي من الصرف الزراعي الساكنين والأراضي اللي هي للدولة القانون 25 و 35 تعرف الدولة الآن بدأت يعني دي ناقشون تشريع قانون اللي يعني تحويلها إلى طابو والمواطن يدفع مبلغ معين للدولة وثم فتشريع القوانين باتهاذ الخصوص يعني نحاول نعمل على تشريع حتى الناس ترتاح تكون عندها السند تكون عندها كذا تعرف وبنفس الوقت الدولة تستفاد يعني حسنا قاعدين لن ندفع لاموية ولا كهرباء لأنه موكفد يعني ومن تروح للجهات مثلا البلدية تريد كابسات تقل لك تقل لك المنطقة ممخدومة حسنا حتى هتها الكابسات الآن الموجودة تجي تفع عشر تالاف في الشهر تمر الكابسة ترفع المقاض هذه ولهذا بعض المواطنين يستسهلها ميتفع عشر تالاف بس يرمي شفتوها بطريق كل من جيتها للزبالة مليانة بالشورع وبهذا المنطقة أعضاء مجلس المحافظة ثنين يعني واحد وثنيناتهم تعاقبوا على مجلس مجلس المحافظة ونائب المحافظة نائب المحافظة شون الأطراف وثنينهم كانوا رؤساء لجنة خدمات الأطراف وشوف هاي الأنقاض وهذا الجاري بها لا ما مخدوم بس كهرباء فقط كهرباء ومي هاي اللي سال يشوفها قدامك هاي سال مجرد مطارات ماء المي تسحب من الشط وذب البوريات طبعا على مسافة عشرة أمتار عن هاي اللي سال عشرة أمتار هاي ستشوفوها المجارمة محطة المجارمة البعيثة اللي يذب هنا بالشط يعني بياراتنا عشرة أمتار هذا المي يسحب للبيوت وهذا المي ماء المجار لا ما بي تصفية هاي نشكرك جدا وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله ربي يتحقق كل الأمور اللي يحتاجها المواطن البغداد وأني بدوري أن أشكركم على هذه الاستضافة وأسأل الله تبارك تعالى أن يوفقنا جميعا يوفقكم وفرصة طيبة تعرفنا على حضراتكم أرسالكم المشاهدين الكرام كونوا معنا بعد هذا الفصل أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام في هذا الجزء من برنامج إبشر شخصية أخرى مرشح التخابات مجالس المحافظات راح نتعرف عليها نعرف شنو همومها شنو تطلعاتها شنو الأمور اللي تريدها تشوفها تتحقق على أرض الواقع مرحبا ست أهلا وسهلا بكم مية هلا بكم بداية الله يخليك أريد أن تعرف نفسك للسادة المشاهدين اسمك الكامل وتسلسل رقم القائمة الدكتورة أسراد جميل السعدي أستاذة جامعية في جامعة بغداد تخصص طب رياضي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مرشحة على قائمة أبشرية عراق رقم القائمة 143 بتسلسل 32 كعضو من أعظام مجلس المحافظة إن شاء الله وحاليا هسا شنو بالضبط طبيعة عملية حاليا أنا أمارس عملي كتدريسية بالجامعة مع طلابي مع جمهور الجامعة وقيادة بعض اللجان اللي مختصة بمجال عملي شنو بالضبط تدريسي يعني درسي تدريسي يأتني بالحوادث والإصابات الرياضية اللي ممكن أن يتعرض لها الرياضي في ساحات الملاعب وتأهيل الشباب الذي يتجه بالاتجاه الدراسة لفصلجة العلوم الرياضية وتمكنهم من كيفية الوقاية من الإصابات الرياضية من ناحية طبية بالإضافة إلى توظيف التمارين اللي يأخذوها بمجال التربية الرياضية في خدمة المجال الطبي البحث وهذا شنو علاقة بمجلس المحافظة علاقة بمجلس المحافظة كونه إحنا أكاديميين أستاذ يعني في تماث مباشر مع الشباب في تماث مباشر مع الفتيات في عمر الشباب يعني نلتقي كل دورة تصعد مجموعة تختلف عن اللي سبقتها من المجامع الأخرى من الطلاب خلانا يعني نكون عندنا في خلفية كبيرة من المعلومات اللي عاني منها الأبناء الشعب عوائلهم معاناة الشاب من يوصل إلى الجامعة معاناة أثناء الطريق معاناة بالدراسة المعاناة كيف يصعد ويتأهل إلى مرحلة جامعية فصار تقريبا خدمتي 25 سنة بهذا المجال يعني وصلت إلى مرحلة أنه إذا ثروة الشعب تكمن في المحيط الجامعي فإذا ردنا أن نغير من واقع ردنا نغير من حياة ردنا نغير من طبيعة الشعب تتجه الأنظار وين كلها على مرحلة الشباب وما يقود باعتبار أنه إحنا أساتذة في مواضع قياديين لهذه الشباب فكيف نعد الشاب أن يكون فعال في موقعه مو شرط أنه بس يدرس وبالتالي يحصل على الشهادة وينخرط إلى مجال الحياة الأخرى سوى حصل على وظيفة أو لم يحصل على وظيفة تعتبر شريحة الأساتذة الجامعيين أو القضاءات يعني من الشرائح المتقدمة بالمجتمع فمن خلال قيادتي لهذه الجماهير يعني صارت عندي فد معلومات وفد خزين من هذه المعلومات أنه إحنا بحاجة إلى إعادة تنظيم وترتيب لهذه الشرائح المهمة بالمجتمع سواء كانت من الجنس أن أقصد بهم بالإضافة لأنه الدولة الحالية يعني أنا أشوف أترجى بيها خير يعني عن الدورات اللي سبقتها من الرؤساء اللي ترأسوا قيادة دفت الحكوم نعم فالوضع كان يختلف بالإضافة لأنه لا تنسي إحنا بلد يعني مرينا بسلسلة من الحروب مو حرب واحدة هذه إلها ظواهر وإلها مخلفات فتنكس هذه الظواهر على المجتمع تسبب بعض المشاكل الاجتماعية بشكل عام اقتصادية مشاكل اجتماعية مشاكل داخل الأسرة مشاكل بالشارع العراقي مشاكل خدمية تعطيل بعض الخدمات تعطيل بعض المشاريع فالاتجاه حتى نكون أنه إحنا يعني في موضع فعال وهي رحلة الحياة قصيرة أنه مو فقط أنه الإنسان يأخذها لمجرد الوظيفة والعمل وتقاضي راتب من العمل لكن يجب أن يكون فعال ويترك بصمه في رحلته هذه القصيرة اللي الله سبحانه وتعالى مسجلها إليه أنه الاتجاه إلى الترشيح على مجالس المحافظة قريب جدا من مجال عملي بالإضافة إلى أنه يعني فيه تماس أيضا مع الناس الناس عرفنا معاناتهم عرفنا احتياجاتهم عرفنا من شنو يأثر على حياتهم فمشون أقدر أنا أفعل نفسي وأكون فعالة بهذا المجتمع وبالأخص من خلال جيراني منطقتي أهلي أقربائي أصدقائي معارفي لقيت أنه الإخراق في المجالس المحافظة ممكن أنه إذا الله سبحانه وتعالى كتبنا الفوز راح نقدر نقدم شي يعني تذكرنا به الناس ويسجلنا به الأيام أنه إحنا خدمنا أبناء بلدنا وخدمنا العراق من موقع يعني ترشيحنا بهذا المكان أو بالجامعة فإن شاء الله المكان ما يفرق على الإنسان اللي يريده وأهدافه خدمة أبناء العراق بشكل عام طبعاً أنا ما أحدد منطقة وإنما انطلاقي ونقطة شروعي هي من محافظة بغداد من أجل بغداد أجمل من أجل بغداد أرقى من أجل مستوى معيشة في بغداد بشكل أفضل لكل مناطق بغداد دون استثناء إن شاء الله اللي تحدثت بي جميل جداً لكن واقع الحال يختلف من خلال مسامعنا وكذلك من خلال الحلقات اللي صورناها أثناء اجتماعات مجلس محافظة بغداد إلى غير ذلك شفنا طبيعة العلاقة بين أعضاء المجلس طريقة التفكير طريقة التصويت على بعض الأمور والقرارات فما أعرف ربما أكون أمور راح تواجهيها صعبة تحتاج إلى قرار وتحتاج إلى موقف بالتالي ما أعرف الوضع العام بالعراق مع الأسف يسير نحو المجاملات السياسية إلى غير ذلك فأنتي شون راح تكونين لما يتم التصويت على قرار معين ولم أعجبك مثلا هذا القرار شون راح تتعاملين يعني راح تمشين ويا رأي الجميع لو يكون إليك شخصيتي وقرارك لو ترجعين مثلا للأشخاص اللي تعتقدين أنه أنت يعني هم بعدهم باع طويل بالسياسة ويفكرون بطريقة ذكية بطريقة بها خدمة للمواطن العراقي تحديدا البغدادي شون مارف والله يا أستاذ هو احنا الاتجاه السياسي بالعراق كوضع يعني الصعوبة تجي من طبيعة تكوين العراق العراق خليط فطبيعة تكوين يعني متنوعة وهذا خلى بها الصعوبة أما بالنسبة أنه إذا اتجهنا وإن الله كتابنا أنه نكون في أحد هذه المقاعد احتياتي راح ننتج إلى الأشخاص اللي هم أكثر خبرة من عندنا بهذا المجال وإن كنت أنا أستاذة جامعية وإن كنت في مجال عملي بارعة وإن كنت أنه ناجحة خلينا نقول في مجال عملي لكن أكيد المكان اللي يكون توجد ببعض النقاط الدقيقة جدا اللي نحتاج بها إلى الرجوع إلى الشخصيات اللي تركت بصمة واضحة بمكان عملها من خلال مجالس المحافظة من خلال العمل أو التعامل مع الشخصيات الموجودة في مجالس المحافظة مثلا طريقة التعامل طريقة البدء بالمشاريع طريقة الكسب الإنسان اللي يقود مراكز متقدمة بالمجتمع يجب أن يتصف ببعض المواصفات القيادية أبسطها أنه يكون دبلوماسية القيادة ودبلوماسية الأسلوب مع التعامل مع الآخرين حتى يكسب حوله من شخصيات وبالتالي يستطيع عن درجة بعد درجة أخرى أن يقدم الأهداف اللي هو راسمه تنفع الدبلوماسية في اتخاذ القرارات المهمة التي تنفع عيات المواطن البغدادي بعض القرارات نحتاج بها الدبلوماسية ونحتاج بها أنه ننزل إلى النقاط الدنيا من أسلوب التعامل مع الأشخاص حسب المستويات اللي دنواجهة أو طبيعة الشخص اللي أمامنا حتى نوصل إلى شنو؟ حتى نوصل إلى أول شيء زرع الثقة بالمقابل إنه راح يكون إنه ثقة تتعرف أنه مجالس المحافظة ملغية من عام 2019 ولي حد الآن بدت أنه الناس تفقد الثقة بالمراكز الدولة بشكل عام سواء كانت مجالس محافظة وزارات بدت من كثر الأخفاقات اللي سبقت والتعطيل بالمشاريع والملفات الفساد اللي طالت يعني المختلف الدوار الدولة خلت المواطن يفقد ثقته اليوم أنا شون أجي أزرع ثقة المواطن بيا إذا لم أكن في تماث مباشر بالتعامل مع هذا الشخص أصعب تعامل هو مع الإنسان لأن هذا إنسان مكون من مجموعة مشاعر دمو لحم مو مثل الآلة أنه تطيها بعض البرمجيات أو الأوامر وتطلع لك أمور ثابتة لا الصعوبة التعامل تكمن مع الإنسان بس دورات أشرح لطلاب يفيد موضوع معين أقول لأصعب مهنة أنه أنت من تتعامل مع بشر مقابلك لأن هذا يعني يجيك أولا من مستويات مختلفة من طبقات مختلفة من مناطق مختلفة من بيئات مختلفة فلازم تعرف شون تكون أنت على حد الوسط بالتعامل مع هذا الشخص وبالتالي الكسب أينما تكون سواء بالحياة الاجتماعية الطبيعية أو بحياة الوظيفة أو بتسلم القيادة بمراكز بالدولة يعني مباشرة ولكن يعني هذا الموضوع يعني ودينا إلى مواضيع أخرى اليوم بالعراق نحن بحاجة إلى المصارحة والمكاشفة ربما المجاملة في بعض الأمور تفشل من المنجز الذي المفروض يطبق على أرض الواقع هذا كان قصدي من السؤال قبل الحلقة سألتك بخصوص بعض الأمور التي اشتغلتها قلت لي تمكين المرأة يعني شلو تمكين المرأة تمكين المرأة لجان يعني بيها مفهوم واسع جدا أنه هل ترى تمكين المرأة من أين هل هي تمكينها من المنزل من الوظيفة من المراكز القيادية فاستحدثت حاليا بالدوائر الدولة لجان سموها لجنة تمكين المرأة فعلت في جميع الدوائر قسم خاص للجنة تمكين المرأة بالنسبة للدوائر الدولة نحن لها في جانب متخصص واتجاهات وأسس مبنية على وفق الدائرة اللي موجودة بداخلها هذه المرأة لكن أنا بالنسبة لي ألاحظ أنه تمكين المرأة من خلال مجالس المحافظة من يعتجاه من المنزل من الأبسط درجة أنه أنزل بها إلى المساويات المختلفة التي تتواجد بها المرأة مثلا مجالس المحافظة بها أي لجنة لجنة التربية وتعليم هذه تعني بجوانب التربية سواء مدارس قرارات الوزارة أمور أخرى اللي تكون هي حلقة الوصل ما بين الجمهور التلاميذ والمعلمين والمدرسين والدولة الوزارة اللي تشرف عليها تمكين المرأة ممكن أن نفعل ببرنامج محول أمية هذا بيش يعتني يعتني بترقية مستوى المرأة ربة البيت التي لا تقرأ ولا تكتب هذا بالسابق كان موجود وإلى يعني إلا هذا محول أمية ما يحتاج لمدرسة أو فدنك أبعا نحن ليه جان هما المطلاب هسا الجسم هما ملابي الرحلات آه أستاذ فهنان تكمن المشكلة أنه مجالس المحافظة يجب التركيز بها على الملفات المعطلة اللي تخص التربية من توفير مدارس تهيئة وتأهيل المدارس الموجودة نحن نعاني من قلة مدارس أسبب وقلة رحلات قلة رحلات قلة خدمات قلة تأهيل البناية دوام مزدوج ثلاثي ورباعي ثلاث أوقات وهذا كل يسير إلى المستوى التعليمي بشكل عام نحن بالنسبة أننا إذا بالجامعات نحن نتلقي الشاب مبنية شخصيته إلى أن يوصل إلى مستوى الجامعة لكن أنا معاني بوزارة من خلال مجال التربية الدوارة التابعة على ذكر الطلاب تتلقوهم يجون من المدارس الإعدادية وينجحون بمعدلات معينة ويوصلون للكلية اللي حضرت تجي درسين بيها فما أعرف أثناء الامتحان الخطمة للطالب يعني مخطة مرتب لو ضعيف والله يا أستاذ كل دورة تتصعد لنا أسوأ من سابقتها حتى يكون كلام مكاشفة نحن مريد بس أنه نضد كلام فقط تنضيد والناس دعب الناس ملت الناس يأست فخطهم موزيا الخط كلش موزيا وطالب كلية صف أول كلية يعني قبل خط أول كلية نقارنه بخط أول ابتدائي مو أول كلية هذا إلى أسباب أكيد إلى أسباب أنه التأثيرات اللي صارت بالمجتمع أنه انخفاض مستوى التعليم انخفاض مستوى العناية بالطالب انخفاض مستوى المؤهلين للتعليم يعني اللي دا يصعد كتربوي ما عنده القواعد الأساسية في التربية إذن بستة ساعة أنتوا أمام مهمة إحنا أمام مهمة جدا صعبة نسأل الله نسأل الله أن يمكنه ويصبرنا أنه انصحح ما كان يعني أنه تلزم التعصى السحرية وتخلق المستحيل بها هذا مو لكن بالسعي والإصرار لكن بالسعي والإصرار بيشد على أيدي الأشخاص هذه الدورة تتميز بترشيح شخصيات قيادية وشخصيات ذو مستوى يعني اقتصادي وعلمي كل شي جيد تختلف عن باقة الدورات يعني بيها الدكاترة بيها المهندسين بيها القانونيين ده أشوف أنا مو بس بالنسبة للقائمة المرشحة عنها بنظري أفضل القوائم لكون أنه هذه قوائم انتخبت مرشحيها من وسط الشعب بيها المهندس بيها الأستاذ بيها القانوني بيها المعلم بيها الإنسان الاعتيادي أنه يعني يعمل أعمال لجوز حرة لكن هو حاصل على شهادة بكالوريوس وناجح في عمل الميدان فالناجحين في عملهم إذن هي قائمة الشعب وليس قائمة مكون نشرف بكم نشرف بكم ستنات من نارج كل التوفيق إن شاء الله تفوزين الله يخليكم الله يفضكم الله يفضكم الله يفضكم إذن مشاهد الكرام تذرونا بعد هذا الفاصل أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء من حلقة برنامج أبشر إحنا وين مركز نادي البيع الرياضي للرشاقة وبناء الأجسام طبعا هو مو للرشاقة وبناء هاي القاعة الموجودة بالنادي مو تمام أستاذ وبالتالي أكو قاعات هواية موجودة بس ما نعرف مستثمرة بشكل صحيح أو لا وهل فعلا هذا النادي يقدم خدمات شبابية مرتبة يقدر يستفاد من عندها الشاب بهاي المرحلة العمرية اللي المفروض يطور من قابليات الجسدية والبدنية وحتى الفكرية وين احنا بالبيع بالضبط مجاورين إلى تربية الكرخ الثانية وإحنا جايين مشاهدين الكرام وإن شاء الله تكون عندنا حلقات مثل ما صورنا حلقات سابقة وإشخاص موجودين بالتربية ومسؤولين وحقيقة لهم منجز جيد لكن البنايات الموجودة بالنسبة للتربية تحتاج إلى تأهيل حقيقة المشاهدين الكرام وترتيب وعض الصبغ وأكو يجي يعني شوية عشوائية بصراحة ما أعرف ما أعرف هايش وقت نغادرها وننتقل إلى بناء أكثر تحضر ألوان يعني متناغمة مع الشارع مع البيوت ومع على أسف على كل رح أعرفكم شخصية أيضا مهمة جدا وهو رئيس نادي البيع ونشوف شنو معاناته هو مرشح المجالس المحافظات فريد أعرف ليش رشح هو رئيس نادي شنو فكرته شنو همومه شنو تطلعاته فخليكم ويا أنا مشاهد الكرام بعد هذا الفاصل السلام عليكم أستاذ شوانك شوان صح مرتاح إن شاء الله لا يخليك الله يحفظك ونكون نتعرفون نفسي أنا شيخ سعاد عبيد شلال المحياوي رئيس الهيئة دارية نادي البيع الرياضي مرشح عن قائمة بشرياء عراق رقم القائمة 143 رقم التسلسل 19 تشرف بتنالي احنا هاي القاعة مال شنو والله هاي القاعة حقيقة كانت بناء السام فترة وبعدين انتركت وبعدين صارت يعني ما عدم كان عادة تأهيلها وضحها و دل شوف تقريبا صارت مثل مخزن يعني أنت رئيس نادي البيع نعم أنا رئيس الهيئة نادي البيع الرياضي ليش يتش النادي مهمل والله النادي يعني هو جهة القطاعية المسؤولة عن الشباب الرياضي هي وزارة الشباب الرياضي وزارة الشباب الرياضي يفترض أنه الاندي الرياضي مالتها هو هو خطة خطة قبل السقوط مراكز الشباب أصبحت منتديات ولو لدينا بعض الملاحظات على التسمية مالتها ولكن نقول اليوم المنتديات الرياضية هي والاندي الرياضية هذن الخطة هي مسؤولة عنه وزارة الشباب والرياضة هي الجهة القطاعية المسؤولة عن الشباب تعرف الشاب ليس بس يحتاج الرياضة يحتاج العلوم يحتاج التكنولوجيا يحتاج التقافة يحتاج أي شيء يحتاج أن يتأهل بالتعاون طبعا مسؤولة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط يفترض أن تنهض بواقع الشباب وواقع المجتمع لأن من تبني الشباب بصورة صحيحة سيكون عندك تأمن على مستقبل البلد وتأمن على مستقبل وسلامة وأمن المواطن لكن وقع الحال شو يقول وقع الحال متردي وشبه مع دوم يعني حقيقة خلي اسمعني مع السيد وزير الشباب الرياضة المحترم أنا قدمت يعني نهاية بالتحديد شهر الدعش من العام الماضي قدمت على منحة تعرف إحنا ما عدنا تمويل وتمويل ما عدنا يعني لحد الآن من السقوط لحد الآن 20 سنة ما عدنا نظام المشي عليه ما عدنا قانون المشي عليه بس القانون السابق اللي هو قانون 81 سنة 86 المعدل بقانون 37 لسنة 88 كان الأول قراره بال86 بعدها نعدل بقرار 37 لسنة 88 المنحة وين صارت؟ المنحة قدمنا قالوا أنتم ما عندكم هيئة دارية المفروضة تسووني يعني انتخابات جرينا انتخابات شهر الواحد من هذا العام وبقى تيام السيد وزير 20 يوم أكثر من 20 يوم أجي تجديد الإجازة رجعناها إجازة ما بجددت تلعو الأخوة جدنا الإجازة يكملناها قالوا تقييم جديدهم وصاروا بالمناسبة خمس سنوات ما يطلعون على اندية غير هاي السنة المهم فإذا شوف حضرته كان ثلاث غرف موجودة وهاي القاعة وهاي القاعة الكبيرة وهذا الخماسي وهذا الملعب النظامي والأمام اللي موجودة الواجهات الأمامية اللي مستثمريها حدائق ومستثمريها قاعة ألعاب بليارد ودا شوف جنابك لحد هاي اللحظة طلعت لجنة واللجنة تقول أنت عندها غرفة وحدة في حين يطلق غرف موجودة الغرف غرفتك أمين السر أمين السر وإثالة مثل السكرتارية أو أمين مالي وعدنا قاعات وعدنا أبنية طبعا بالمناسبة وزارة الشباب والرياضة بالتأسيس الأندي الرياضية تطلب من اللي يريد يأسس أو يروم يأسس نادي رياضي أن يجلب الأرض ويكمل موافقاتها وتعرف جنابك هذه الأرض كانت محجوزة من نزاعات الملكية واشتغلنا عليها وحصناها من نزاعات الملكية وبعد اللتية والتي والحمد لله وشكر قدمناها للوزارة على طبق من ذهبه هذا شنو علاقته أنت كرئيس نادي عذرا يعني بهاي الفوضى صحي ما هي عدنا عمار عمار وين عمار السادي بهاي عمار هنا بهاي القاعة الرياضية بعد ذلك هاي قاعة المفروض لبناء الأدسام تمام حسنا أرنولد يدري القاعة وقالين صورته وهيجي المكان يعني على أقل تقدير له دازل فد إيميل ممكن كان دازلك أجهزة تمام هذا المختص يعني أنا ما مختص بال بس أنت رئيس النادي وستح صحيح بس أنتركتها على أساس نغير كيف المردود المادي اللي يدي يجيك من النادي ما أكو شو يعني قليل جدا بس هادة مع عمار بس هادة جارة هادة والله يعني 25 هاي جي يمكن ايه يمكن ايه لا لا هو 25 قاعات الباقية الموجودة شنو والله القاعات بليار دي هاي مفتوحة هذا والكوفي هذا ما تعرف الشباب بشاي ومن شنو ايه يعني معاناة يفترض وزارة الشباب أن تنهض بهذا الواقع كل واقع يعني مو كل عندي رياضة كثيرة مثل نادي نادة عاني بالمناسبة هو نادي الرياضي الأهلي والحكومي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولكن يعني ما أعرف يعني على كل حال يعني ما أريد نقول معاناة ومعاناة لأننا احنا ملينا من هذا الكلام لا هاي هذا واقع وهذا أهلي مو ايه أهلي يا لوت وفرت لك فرصة أنه تكون عضو مجلس المحافظة شو سوي لهذا النادي والله أكو كثير من المعاناة تعش الشاب الموجود في هذه المنطقة بالبيع يعني من أصير إن شاء الله عضو مجلس المحافظة أهتم بالأندي الرياضي بدرجة الأساس وأكو دراسة عندي بخصوص الفرق الشعبية أيضا حتى الفرق الشعبية يكون هناك يعني موازية للأندي الرياضي وهي رافضة الحقيقي للأندي الرياضي نعم نحنا راح ننتقل تودين الغير مكان حتى أيضا نشوف يعني أوكي إمكانيات النادي أوكي وشاهد الكرام قبل أن ننتقل بس عدي فإن ملاحظة مهمة يعني هاي قاعة شبيرة المفروض الصير قاعة لبناء الأجسام أوكي وبيها غرفة المدرب باعوا شوفوا عيني أستاذ محمد نعم كان بس تصورها غرفة المدرب وما بيها لا مدرب ولا كل شيء وأجهزة ماكو حتى أجهزة ما بيها بس أكو بيها في شيء عطلانة تعالوا أستاذ هنا بل أزحم عليك وبيها ديكتات بي أن صارت مثل المغزن وحدائد ومعرف شنو وميوزة مكسرة إلى غير ذلك ومكتب عليها بادي بلدنك مونستر فاكتوري مونستر فاكتوري على كلنا يعني إحنا بسمع لأسف الشعارات عندنا تشتغل أوكي فما أعرف أني عتبي على الجهات المعنية في وزارة الشباب والرياضة شنو هذا الجان ليش ما تطلعوا اللي جان تفتر على هاي الأندية زين ايج قد مساحة هذا النادي خمسة زاد واحد خمسة زاد واحد واحد أد من الواجهة الأمامية يعني تقيمة ستة ست دوانم وهذا حاله هذا النادي بالبيع مجاور لتربية الكرخ الثانية وباع الجان مالتا شوان مكسر ليش مهمول وهذا ملعب خماسي يجوني أجروه الساعة بخمسة وعشرين ألف أوكي وذاك ملعب نظامي عادي مو خماسي هم يجوني يعني يجوني يلعبون الشباب تمام وبالتالي مهمول زين هذا لو أكوبي دعم مرتب يعني مو يجوني الشباب ويشاركون ويلعبوا الرياضة وأسامهم تصير لطيفة مرتبة يكون رياضي بدأ يضعف لذلك أنه بدل ما مثلا يدخل نرقيلة أو غير ذلك أو مثلا قشمرو أصدقاء السوب الكريستال وغير شي هاي المخدرات اللي الآف اللي دتفتك في المجتمع العراقي يجي هنا لهذا المكان يلقى ترتيب نظافة حداق علوة سدوانم سدوانم شنو هاي القاعد شبيرة هي شموها الحديد مهمولة والله شنو دعم مالي يقول مليون دينار نطلع لو تطلع لو ما تطلع رئيس النادي يقول ليش ما دعمي ليش احنا من قول دائما ندعم الشباب وندعم الكذا واي بالبيع لو لأن مثلا طاير ختلة مثلا وما حد يدري بي مهرف تفضل 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 أبدا أبدا وزارة الشباب ورياضة ما ما بنت طابوقة واحدة كل هاي المنشآت أبد ما للملعب الخماسي ملعب طبعا كمستثمر الملعب الرئيسي محاوط بغداد الإدارة طبعا أنا طورت هاي الإدارة الكبيرة اشتدت على المستثمر يبنوننا إدارة المكتب الرئيس النادي الغرفتين موجودة والحمام عفوا وهاي القاعة موجودة هاي القاعة والغرفتين انبنت من المحتلة نحن نحجة هم مبنوننا هم مخصصنا أموات بغداد وبعدين أموات بغداد مشكورة يعني حسمة الموضوع اللجنة عليا وصار للنادي المحتل بين هذا الجزء وخرب وطن ما لها علاقة خلينا مشاهد الكرام نحاول جهد الإمكان أنه ننتقلي لمكان ثاني حتى نشوف بعد شنو الأمكانيات هذا النادي نادي البيع الرياضي أوكي أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام مثل ما دا تشوفون هسا آآ مدخل نادي البيع الرياضي هذا دا تشوفوا هذا المدخل اللي هو يعتبر هذا الدونم اللي قتل عليا مو اي دونم هذا بالضبوط المدخل ما لته من جهة البيوت وهذا الشارع عدا تشوفوه واللي أغلبنا جاي هنا مراجع آآ مدارس ودوائر تابعة علمة للكرخة الثانية وهاي مديرية تربية الكرخة الثانية بصفنا بالضبط زيان هاي الأنقاض شنو سببها وليش هذا منظرها رح نسأل الأستاذ يقول لنا شنو السبب ليش هاي منظرها هيكي لا فو شكرا جزيان والله هاي المواطنين هاي يجيبون يذبون منهم ما قالهم ذبوا هنا ما أعرف الله بس شون الحل يعني الحل يمن دارة البلدية بلدية تجيب شفل وشيلها لا لا هو تجيب شفل يوميا تقريبا يعني انت شوفك الشفل يجي هنان إذن هذا المكهب ما للنفايات من التفقين علي إنه هنان يصير نعم هذا المعرف يعني بس هاي السياج سياج كان هنا سياج عندنا وقعوا الشفل وداما يعني تعرض الصندات من المياه إلى كسر ونثار السياج لي وين كان السياج كان مثل هذا شوف شوف هذا مثل هذا سياج بلوك وزين الصبات من هو جابهن انت صبات لا هو يعني قوات الأمنية الفارحة حتى لا حد يدخل بالسيارات انت شين موازيك يعني على إدارة هذا النادي المتهالك شي سوي نحن أسسنا هذا النادي يعني هذا كان بنزاعة الملكية محجوز واشتغلنا على اليهواي وأسسنا مثل ما يقول يعني تعبنا وصار بعد يعني يعني ما نري أقول ورطة أو فتش يعني هاي يعني صار لازم نكمل وإحنا طالعين من قاعة البادي بولدنج مع الكمال السام لقيت أكو مطعم وكافية هذا هذا كافتيري يعني هاي مؤجرة يعني مؤجري هالشخص يعني سندويشات شالات من شنو سندويش برقر وهاي شالات والله محرف يعني أسعار مناسب زين هاي شنو ذني المبنية هاي بنيتها كاستعلامات لهذه ريد نسوف كل مسؤول يطمح لأن مؤسسة ترتقي وتطور ويصير يعني واجهة يعني ما كملت فلوس ما أي شي تسوي يعني هسا قبل ما أنهي اللقاء وياك شو تريد تقول بكلمة أخيرة للناخب العراقي شو تقول والله بالنسبة للناخب العراقي يعني يفترض أن يروح إلى صناديق الاقتراع ف بصراحة يعني لازم يشوف الإنسان الجيد والإنسان النزيه والإنسان اللي يعرفه أو حتى لا يعرفه شخص يعرفه حتى يروح ينتخب الإنسان الجيد الإنسان طبعا المواطن لازم يروح ينتخب إذا ما يروح ينتخب راح يصادر صوته وبالتالي راح يساهم في صعود ورجوع ناس مفسدين وبالتالي هاي النتائج جمال المؤسسات والدوائر شهدين الكرام يعني حقيقة نادي البيع الرياضي مهمول ومهمول بطريقة يعني عجيبة بالله العظيم مكانه مرتب مساحته ممتازة لكن شوف مدخل النادي طيب يا دولة يا دولة مركز نادي البيع الرياضي المدخل مالته نفايات واي يجون الشباب هنا يذبون وكذا وهاي الرجال بالعربان يبدأ بستوتا وهذا بالمدرش وهكذا هذا شوان يصير هاي شي هذا المفروض يعني يرفع منه لو لأن مجانا مثلا الناس تجذب ما عرف يعني ما يدفعون الفلوس للأهلي حتى ما يدفع عشر تالاف يجي يدب هنا مجاور هاي تهايات مديرية تربية الكرق الثانية هاي عطب صفنة وهاي كلها مدارس على دوائر تابعة المديرية بالإضافة إلى المعكمة مو؟ أريد أبني مؤسسي بما يعني بمستوى الطموح إلى أن نوصل بمستوى الطموح ولكن يعني أنا من بياتها ينأجب يكون شيء أفضل وأولى يعني هم الرياضيين ينزجهم بالمسابقات الاتحادات حتى نطلع الشباب حتى الشباب من يشوف يشوف الشاب فلاني يجي من نادي البيع وراح سعد عندي أفضل وراح منتخبات منتخبات شباب مناشئين منتخبات وطنية رح يكون هذا طريق طريق النجاة للشاب حتى ما يظل يعني يبقى بالطرقات وينجرف وراح الأمور هاي اللي تعرفوها ما نحب ذكرها على كل المشاهد الكرام تظرونا بعد هذا الفاصل موسيقى 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 هلا بكم الجديد مشاهدين الكرام في هذا الجزء من برنامج إبشر انتقلنا إلى منطقة أخرى في حي السلام في بغداد جانب الكرخ وهذه هي مثل ما تشوفون يسموها منطقة مخازن حي السلام موسيقى 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 هنا هو الشتاء بلش وهاي البيوت اللي دا شوفوها يعني غير صالحة للحياة خصوصا في فصل الشتاء لأن كلها تشينكو ومطر ومطر ومعرف شنو في الإضافة لذلك كل بيت بي قصة مؤلمة لا كلنا خلي نسأل الأخوة الموجودين هنا اثنين هم نتعرف عليهم وبعدين يسولفونا على هاي المنطقة وشنو معناتهم سلام عليكم عليكم السلام ورحة الله أهلا وسهلا مرحب الله الله يحوظ الله يخليك أهلا وسهلا حجي هاي المنطقة شو اسمها؟ أي سموها المخازن حي السلام مخازن حي السلام مخازن حي السلام صار لك شقد قاعدة؟ نصار لتقري من خمس سنين خمس سنين نعم ليش قاعدت هنا؟ والله تعرف الحالة من صعوبة الحالة المادية أي حالة المادية من يقدر بالنسبة للإيجارات الإيجارات الصعبة حس أقل إيجار لو تروح ترى بتصبح مو أقل من الثلاثمية 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 مع السلاثمية هذا يتكون أول شيء من بناءة من بلوك والسقف ما تشينكو أي هذا هذا بناءة أي هذا التكوينة تقرب حتى المجار يعني ما عدنا بالنسبة لنا مجارة رئيسية اللي انذفها عليها أي عيش والكهرباء كهرباء هاي اللي تحشي عنها هاي حالة طبعا عامة يعني مو بس احنا بالنسبة للكهرباء المي خلف الله علي اكو شخص هنا هم سوانا مي سحبنا مي هاي ما ما صارها هواي يعني بالنسبة للمي شارت مشكلتنا مشكلة بالنسبة للمي مشكلة صعبة حيل صعبة بس اه واحد من المسؤولين سوانا وتكرم علينا بالمي حس شوية يعني شوية تنفسنا بالنسبة للمي بس الكهرباء تعبانا اي اي نعم تنظرك موزيا؟ آني نظره موشي اي اي نعم راجعت طبيب راجعت والله عدة دكاترة وما خليت لكن سألت منين تصرف يعني منين يمدبر امورك المادية انا حالتي المادية يعني تعبانا بصراحة انا عندي ابني اصغر واحد صغير اي هو اللي يشتغل يوم يشتغل يوم يشتغل يوم يشتغل ومشين حالتنا على هالوضعية فهي اللي مدبرين امرنا هيش يعني بصراحة عيشتنا على قد حالنا هاي ما ما نقصلك بس علي يعني هذا المجمع كله ايه كل المجمع معيني حالته تعبانا اقو عالة مثلا تشتغلها يوم تقعد يوم وين التاسة واللي مثلا يعتمد على العمالة العمالة تتذر بيها العمالة تعبادة ماكو ماكو شعور بس مرات يعني الصح يطلع اذا ماكو يقعد يمبيعته ويسكت اي اي نعم فهذا ظرفنا وهذا حالتنا احنا كنفت يوم مثلا مسؤول كده اخذ اسماكم فاتش يقول لكم يا بي تعال نبني لكم بيوت واطئة الكلفة مثلا اوي شغل اولادكم او فاتشي من هالقبيل مازالكم احان نعم احنا اجانا يعني هواي اجانا مسؤولين بصراحة بس بمجرد وعود يعني وعدك تعالوا حتى نسوي بيوت واطئة الكلفة وانتوا بس تتعاونون ويانا قلت لهم احنا شنن اللي نتعاون وياكم يعني شنون احنا ما بدينا شي احنا ما بدينا شي حتى نقلر نتعاون وياكم احنا هذا وضعنا انا شا تعاوني اياك شا تعاوني اياك يعني هاي المعاونة انتوا من عندكم انتوا جئتوا الطرحون علينا هذا الموضوع انتوا المفروض من عندكم انتوا اللي تدبرونا احنا ما بدينا شي احنا ما بدينا شي احنا ما بدينا شي وقتك وين تقضي والله اكثر وقتي يعني من البيت بصراحة اي ما لان او شي نظري مو شي اخلص اكثر وقتي من البيت ما اطلع اي اي نعم شو الطالب والله بصراحة احنا طالبنا ذا ريد نطالب بيها اشوفها صعبة يعني على مثلا ما بيها تنفيذ لانه لأي واحد يجينا يواعدنا احنا ريد مثلا اذا يقدرون يخلصونا من هاي المنطقة الى مكانات احسن يعني مثل ما تفضلت بيوت واطعت الكلفة حتى نقدر نعيش بها حال حال العالم اذا يقدرون يملكونه يملكونه واذا ما يقدرون يملكونه خلي عادي يشوفونا بيوت واطعت الكلفة او مثلا يطلون قطع عراضي ونسحب عليها مثلا اقاري غيره هنا مثلا واحد ذا يتمرض وين يروحكم مستوصف قريبا والله اي مستوصف ما اكو يا من هنا اي ما اكو لازم ناخله وين اي نعم وين وين ميشو هادا يا عبا واللي استوق الطاحين هناك المستوصف بعيد تشتغل هاد والله انا قاعد بطالت انت بول سيارات ويت مرضتها سقاعد اي والله اطالب 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 انا انا عمال اشتغل يوم اشتغل وشهر قاعد والله ما اكو شغل هاك انا شوف فضع ايتها هاي من يش قاعدت هنا بها المنطقة هذا المجمع وين اروح ارعى الظروف ما تقاعدت هنا شو اغلب البيوت مكتوب للبيع الدار للبيع ليه والله خالي عالم بتاع بانا من الجوع كاس بدار للبيع تيدي تشوف خلاسة بيلها تيدي تعيش وين تروح لعادة هو هذا والله الظروف خاصة بالشتة الشتة ما ينقعد هنا ينقعد هنا ايه ساقفنا يعني يذب علينا اذا مو من ساقف بنلقع ايه منلقع فصعبه يعني نزيز مال المي نزيز مال المي يجي يطب على البيوت على البيوت اسحنا عدنا ابو حيدر ها قبل فترة خطيه هذا كشته غرق اللي يجي بيته غرق شوانك باهيدر اهلا للسعاد اهلا شو يسوي الفننة اول مرة انتبه او ده الدخل شو سوي من القهار من القهار من القهار ايهلا عالشين زياد شو بيتك شون غرق والله يدرون الجماعة تقع علينا المجار كلها ما الشسم غاي حي السلام والمي مان دهنا وصل بيتكز ما تكرم قمنا نطب وقعدنا بشعار شو اشتغل السايق تكسي ايه يوم اشتغل وين اشتغل كل بيت بيت 3 سيارات و 4 سيارات بعد تكسي وين اكو اذا تطلع انت احنا جندا نصور اليوم هنا وان شاء الله تصير فد نتيجة ان شاء الله قوة الله مشاهد الكرام ان شاء الله يجون فد مجموعة من الاخوة المسؤولين يعني يفترون يشوفون هذا حي السلام بالضبط مخازن حي السلام وين صايره من ين يدخلو له من الشقاق الهنان كم بيت هناكو اذا تتناظرنا بالخمسمائة 600 بيت خمسمائة 600 بيت ايه وعدهم اطفال اطفال ايه بالمدارس ايه بالمدارس اين يفوت للمدرسة من هنا من نص القصاب والطين والهال ايه بالعشي تسوفي هاي وحنا بنصب اغلاق بنصب اغلاق هاي من ناحية من ناحية الفيضان لا تحكيه بالشتة من فوق استقو في خر ومن جوه نزيز موالقا هاي كنت يجيب بالشتة بالمطر وينشوف الوضع يموا اريد اسألكم عندكم السمسكات هيه يعني ملتشة موجودة يعني بطاقة موحدة ايه موجودة ايه موجودة بطاقة ناحية موجودة في السمسكات كاملة جينا نزيز سعر إن منه الحياة قام بتطلع عنها من هاي القصب المصيبة السودي كل بيت تطلع علىها حية متر ثلاثة حياة 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 سيد محمد لطفاً يعني بس لو تصورنا هذا القصب يقول ده يطلع عنا أي حياة وأقارب وإش يقام يطلع عنا عمي والله العظيم على كل يعني حقيقة مآسي العراقيين هواية سواء هنا في مخازن حي السلام أو في مناطق أخرى من العاصمة أو في المحافظات العراقية ما على أسف انفجار مالي كبير بالإحراق وإمكانيات مهولة وسراق أيضاً كثر وهذه النتيجة يدفع ثمنها المواطن العراقي اللي هو المواطن البسيط اللي يستحق حياة كريمة مرتبة تأمين صحي مسكن بكل متسزمات الحياة كهرباء ماء مجاري إلى غير ذلك وسائل الراحة ما متوفر عنده على كل شيء ما نريد من المسؤولين نريد بس يجيبوا لنا سندويتش للسقف وهي هاي المشكلة منو تقول كل شي ما نريد الريد بس يسوينا هالشكل فالمسؤولين يتراقون ما يجيبون ما يأسسون لبناء مجمعات سكنية صحيحة حواطئة الكلفة حتى الناس الفقرة الماعدة إمكانية تقعد بيها وإحنا اللي عودناهم على هاي الطريق هذا الغلط على كلنا بالتالي مشاهدين الكرام بعد ما أخذنا نبذة مختصرة طبعا عندنا أشوف شباب أيضا موجودين هنا بس أكو بعضهم ما يريد يطلع بالكاميرا أكو أطفال مثل ما تشوفون وأكو يعني وضع مربك يعني مع الأسف وأكو نزيزة وأكو مي ومجاري ومعرف شنو كذا أوفع 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 حبيب أوفع ما يخلع خلي خلي خليكم ويانا بعد هذا الفاصل ونكمل هذا البارت أيضا مشاهدين الكرام شخصية أخرى مرشحة انتخابات مجالس المحافظة نتعرف عليها ونشوف شون تقدر تساعدهم تقدر تساعدهم الدول الأهالي الموجودين بهذا المجمع اللي حقيقة يعني مضعهم يقهر بالله العظيم نتعرف عليها ونشوف شون طموحها وأمالها وليش رشحت لإنتخابات مجالس المحافظة مرعب السيد أهلا وسهلا حياكم الله أهلا وسهلا ربي يحفظ تعرفيني بنفسك كريمة حسين التميمي مرشحة عن تلاف عفو تحالف بشريا عراق رقم القائمة 143 تسلسل يعني 12 بنفس الوقت أنا مسؤولة علاقات وشركة في مؤسسة رحيق الجنان الخيرية طبعا صار لنا عشر سنوات نحن نشتغل على هاي العوائل البسيطة المتعففة الأرامل الأيتام هذا عملنا يعني صار لفترة وهذا هو السبب بالأساسي اللي خلاشت ترشحين لمجالس المحافظة اللي خلاني أنا أقدم على الترشيح بصراحة لأن أنا بصراحة أهمين كنت عن طريق المؤسسة والعوائل عندي يجوني هوايا مرشحين كانوا على البرلمان يقولوا نحن نساعدكم ندعمكم لهاي العوائل بس مع الأسف يعني فقط على فترة الانتخابات وبعدها ماكو أي استفادة يعني لا دعم للمؤسسة لا دعم للعوائل اللي احنا مسجلها علينا كقاعدة بيانات بالمؤسسة لهذا السبب احنا اتفقنا وعضاء المؤسسة طبعا والأمين العام يترأسه هو الدكتور رياسين الكعبي جزا الله اللي بخير اللي هو داعم أساسي للمؤسسة وللعوائل الفقيرة قال لي امسجاد بعد ما نستقبل أي مرشح لأن ما سوونا شي ولا هاي العوائل دعموها لهذا السبب احنا نريد واحد من عندنا اللي يحس بمعاناة الفقير واللي يطلع كشيف وشاف حالاتهم والحالات التعبان والصعبة المرضى المعوقين هاي كل احنا طلعنا على كشف لهذا السبب اختارون للترشيح فتوكلت على رب العالمين قلت عسى ولعل انه من باب المنصب اذا وصلنا وصارت عدنا صلاحية انه ان شاء الله نقدم اللي نقدر له ويوافقنا بي رب العالمين هاي العوائل البصر هناك قصص مؤلمة في كل بيت واحدة من هاي القصص شخص رجل عيونه ما يشوف بها زين ووضعها مربك بالبيت وعنده ابن وكذا وشي على كل انها اي مريد نحكي بها ولكن يعني حقيقة يقول حتى بالمطار سقوا في خر علينا وكل البيوت كل البيوت كل هسن دوج بدنا وبالتالي هسن دوج اه اي فما عرف شون تقدرين ساعدهم اول بداية انا طلعت لهم كشف على كل العوائل هاي قبل اسبوع تقريبا وشي يكت اللي خر البيت مالتهم يعني يخر بالمطار وبالهاي تقريبا بهم عشر بيوت اللي هو اللايلون ونخلي عليها رمل على مود لا ينزل عليهم المي لان الفراش يروح هم خطية اكو واحدة من العوالد تقول لاني عوف البيت وراح ببيت اختي من قد ما اتأذى يعني بالمطار الى عني انشيف واجي اطلع الفراش على الشمس وانا شفي يا الله اقدر اقعد بي فهاي واحدة من الحالات الصعبة اللي احنا هسا ان شاء الله دا اوفر لها اللي نقدر عليها هو اللايلون وجبناها لهم تقريبا عربان اترمل وراح نبلش ان شاء الله وياها على مود يوفر شون اللايلون الله سهلوا نجحتي في انتخابات مجالس المحافظات هذا الحل يعتبر هو كحل آني لكن مؤقت مؤقت لكن احنا ريت حلول جذرية لشريحة كبيرة من العراقيين اللي قاعد الف عشوائية في بغداد احنا سوين احصائية بها صحيح لان من كثر ما طلعنا عدنا مجمع الرحمن مجمع الدهلة عدنا بشكوك الرحمانية الحرية هاي كلنا احنا طلعنا لكشف وهنا جينا آخر المطاف يعني هاي قبل سنتين احنا جينا هنانا وشنات اوزع السلة غذائية لان اكثرهم عوائل من البصرة ماعدهم حتى بطاقة اموينية ووضعهم تعبان وبعض الشباب معوقين يعني مدى يشتغل الاهلة فتعرف حالة كل الصعبة فقمنا نوفر اول شي العلاج وفرنا السلة الغذائية بعدها مشينا على هو السندوش والهاي اللي بعضهم تيجي هنا لجان طبية والله قليل اي قليل ما اللي من المناشدة من عن طريقنا يالله تيجي اللي جان الطبية او مرات اني اوفر العلاج اي اني اوفره هسا عندي اني ثلاث مرضى انا وفرت لهم العلاج اثنين من الاخر اللي ادفعت تسوي نيج شي والله يا استاذي العزيز هي الحالات الانسانية قلت لك احنا صارنا عشر سنوات على هذه المؤسسة بنينها على الحالات التعبانة اللي تكسر القلب يعني احنا ننقهر عليهم بصراحة يعني لازم واحد يساعدهم يعني اذا ما قدرت المؤسسات الحكومية تقدم ولو دعم بسيط احنا بادرنا واحنا سوينا المؤسسة لماذا المؤسسات الحكومية ماذا تقدر ساعدهم وتقدم يعني الواجبات اللي المفروض برقبتها لكن احنا شنقول اكثر العشوائات يقولون جاية من محافظات اخرى جايني هنا فلا بطاقة تموينية ولا حتى جنسيتهم تقرأ بغداد فالهذا السبب يعني واذا جاوي احتمال ايضا نعدهم ظروف صعبة اللي يخلتهم يجون من محافظات هنا يقعدون بالعشوائيات ترى ماكو انسان مرتاح يعوف بيته ومحافظته ويجي هنا ويقعد بهالمكان هذا اللي يؤلم صراحة زين فاحنا نتأمل خير من باقي المؤسسات انه تمد يد العون تساعد منظمات المجتمع المدني اللي هما يطلعون على العوال ويشوفون الوضع والظروف الصعبة اللي هما يمرون بها نتأمل هذا الشيء اتمنى الناس كل التوفيق ان شاء الله تفوزين وتقدمين خدمات باذن الله سبحانه وتعالى وخدمات ايضا تكون يعني مدروسة وصحيحة من خلال تصويت مجلس المحافظة على انشاء المشاريع التي يحتاجها الوضع من دياني مقترح قلت ان شاء الله اذا الله وفقنا اول مقترحة قدمة هو استثمار بناء مجمع سكني للعشوائيات اللي يشمل هاي العوائل هذا المفروض يصير يعني من خلال الدولة يعني تخصيص قطعة ارض اكيد تخصيص قطعة ارض او حتى وكل المجمعات العشوائية تجيب هذا المجمع اذا انبنا هذا المجمع السكني واحتوى هاي العوائل راح تنحل مشاكلهم احنا نسعي لهذا المشروع وانشاء الله رب يوفقنا به الله يبارك جزيلا اذا المشاهدين الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء الاخير من حلقة برنامج ابشر والذي يعرض من على شاشة الايام الفضائية المباركة شخصية اخرى ايضا مرشحة انتخابات مجالس المحافظات اذهباء طويل في العمل في مجالس المحافظات وشاركت في الكثير من اللجان اكيدا خبرة استفاد من خبرتها ناقشوا اياها بس اريد اعرف نفسها للسادة المشاهدي فاطمة محسن سيد الحسني اه عضو مجلس المحافظة في الدورة السابقة اللي من 2013 الى نهايتها في 2019 اه ترأست اكثر من اللجنة يعني لجنة نازحين هي كانت بشكل مؤقت يعني كان عمل قبل ان تصالف على اللجان ممكن يعني يقول لنا رقم التسلسل والقائمة اه قائمة ابشر يا عراق اه تسلسل رقم اربعة نتشرف نتشرف الان تحدثين عن اللجان اللي اشتغلت بها اه رأسة هيئة خدمات بغداد هذه هيئة تختلف نقول مولي جنيا على اعتبار الهيئة ضم مجموعة لجان اه من اه 18 عضو مجلس المحافظة كانت ماذا تقدموا خدمات اه خدمات بغداد اللي تخص احنا بالمجلس المحافظة عدنا خدمات بغداد وخدمات اطراب بغداد قانت رأسة هيئة خدمات بغداد اللي هي اشرف على عمل امانة بغداد من اصغر موظف بها الى ما يترأسها امين بغداد ما يخصها من موازنات لان جزء من موازنة امانة بغداد على عمل امانة بغداد طبعا لان هو عمل مجالس المحافظة اكثر من المسؤول اللي التقيت بي قال اكو تداخل بالصلاحيات وامانة بغداد ارتباطها برئاسة الوزراء هو تاخذ ميزانيتين امانة بغداد المؤسسة الوحيدة اللي تاخذ ميزانيتين منكم ومن والميزانية من رئاسة الوزراء من البرلمان اللي صوت عليها البرلمان الميزانية الطبيعية وميزانية من عندنا اللي صوت عليها مجلس المحافظة اللي هي جزء الأكبر من عندها لمشاريع المحافظة لتالي اتوعتكم سيطرة عليهم جزء مهم اشراف هو طبعا اكو يعني صير اليوم اللاحظ عمل مدراء العامين رقابة وأساء الأقسام رقابة داخل الهيئة نفسها احدى اللي جاني موجودة هي لجنة نزاهة فالشتتوا كل مفاصل الامانة هي مقسمة لجنة ماء لجنة مجاري الطرق كلها موجودة داخل داخل هيئة خدمات بغداد هسنا شوية اريد نتطرق يعني بشكل اكثر وعمقا بخصوص الخدمات اللي كانت تقدمها امانة بغداد وانتوا تشرفون على عملها وما زالت تقدمها يا حمال الامان اكيد مستمر كل مفاصل هل يش نصور في مناطق كثيرة في بغداد على جانبي الكرخ والرصافة احدى المشاريع المهمة عندك مشروع المشروع الرصافة الكبير هذي هو اصلا اصلا تصويت منيا عندك مشروع مشاريع مجاري المشاريع الضخمة يعني موجودة هذي كلها كلها هذي بتصويت وميزانية مجلس محافظة وخطط خمسية وعشرية وغيرها تستمر كل سنة يكون اكو مشاريع ثابتة تندرج على ذكر المجار فاليومان شنتحاضر عذر المقاطعة شنتحاضر اجتماع لكم في مجلس محافظة بغداد وشان اكو شخص تيحكب عصبية كلشو يقول مجاري بغداد متهالكة متعية بنية تحتية ما كو ما هذي سويتوها بقد على وضعها هي البنية التحتية فعلا هناك بنية تحتية متهالكة سنقول حسنا هذا الانقطاع عن عمل مجلس محافظة هاي الاربع السنوات الاخرى يقول هل انه دوار الدولة بما فيها امانة بغداد وغيرها هل توقفت عن العمل اكيد لا وقبلها ايضا اكو منجز اكو تباطئ نقول نتيجة لظروف اللي كل العمل اللي مر بيها البلد جزء من عدها تكون ممكن اقتصاد لكن هي الاموال كانت ترفض جزء كبير من عدها هو فساد ادارة الموال مثل ما كان يصير مشروع قناة الجيش وشفت التلكؤات اللي كانت بي مثلا هناك اسباب اما الان حقيقة يقول يعني عجلة الخدمات هي بسرعة الاعتبار اليوم الحكومة عازمة على انهاء هكذا ملفات اليوم الحكومة هي حكومة خدمات فهذا سارع في انجاز الكثير حتى اليوم نحن وكمرشح هنقول مون كمسؤول بعد او كعضو مجلس محافظة لكن امتداد لعمل السابق لان مم معقول اقول انا بديت من الصفر هذا التواصل مع هذه الدوائر الخدمية لان بقى المواطن يطرق الباب والحمد الله كعدتي لا أبد لأقوم تليفوني من قبل او مجلس محافظة الى او مجلس محافظة الى الان يمكن اي مواطن يكتب اسمي على الجوجل يلقى ارقام تليفوناتي هي نفسها ما تغير منذ ان كنت اعلامية ودخل النقال الى العراق الى يومنا هذا هو الهاتف نفس الهاتف فلهذا المواطن دائما يطلب الخدمة هاي فيكون انه تواصل مع الدوائر الخدمية اللي منظم هي الدوائر البلدية اللي تقدم الخدمة مباشرة تنوصينا وهي الامور بالاضافة الى الاخوة الاعزاء مع تغيرهم المستمر فاكيد هما منظمة الملاكة الامانة فاتصر حاجات موجودة في هذه الفترة الحقيقة دائما المعاناة هي مناطق الاطراف اذا تشوفها ومناطق الزراعي وحقيقة هما اذا تلاحظ فعلا هو الجمهور اللي ينتخب هو هذا اكثر الناس حتى اللي تحدثت البطاقات هي منها الناس دائما يتخوفون انه يتكون مستمسك من ضمن المستمسكات حالها حال الهوية والبطاقة الموحدة فتشوفهم حريصين على تحديث البطاقة ونتمنى انه الشارع يكون واعي الى جميع المضرورة كان تحديث البطاقة فمن توجه الى هاي الناس حتى قبل الحديث اني بطبيعتي استمع للناس فالناس عدها معاناة بعده مشكلتنا البنى التحتية صح هي اليوم موجودة يعني انه المناطق الزراعي والتجاوز تدخل ضمن الخدمة عن طريق الحجد المدني تابع لرئاسة الوزراء بشكل مباشر لكن بعض المناطق تدري رقعة جغرافية واسعة دوارة البلدية ما ببالها فيصر من يصير طلب من المواطن نسمع لهم الحمد لله صارت اكو تسهيلات هواية منظف منها زراعي كفاءات العبيدي ويعني هاي مناطق شرق القناة بالرئاسة مشكورين للاخوة بالدعرة البلدية من صار التواصل اياهم مباشرة اجروا الكشوفات الاولية احنا سارعنا في ايصال هذه الكشوفات نوع الماء شوية الروتين مقلل من عندها حتى توصل للجنة المعنية صارت مصادقة على الامور المالية لهذه المناطق واليوم الآليات نزلت فهذه حقيقة فرحة للناس بعيدا عن اي شي هذا لا فضل ولا منه لا من فاطمة الحسني ولا من اي شخص اذا كان في مجلس محافظة او مرشح او خارجه انا افهم الكلام هذه اموال مواطن نعم هذه المقاطعة المرة ثانية بس نحن نريد نعرف من عندش باعتبارش صاحبة اختصاص يعني افهم من كلامك انه اضو مجلس المحافظة المفروض يقدم خدمات للمواطن يعني لحد الان مشفت اي ملاحظة سلبية اشرت على امانة اذكرت لك قلت لك اكتير من المشاريع سلبية يعني كانت يعني متوقفة نتيجة الفساد الاداري والماني اكو مشاريع متلكية وهذه تشخص ايضا في المواطن هاي الحلول الها شنو اكو فساد اكو مدرع عامين لا سمح الله موجودين في دوار الامانة ما يشتغلون بشكل صحيح ما اعرف ضغوطات العمل ما اعرف من يضغط عليهم ما ندري ما اعقول ان كل نفس المستوى احنا بالنسبة الى المدراء يعني العامين اللي يخصون الامانة هذه هي ليست من صلاحيات مجلس محافظة انه هو يغيرهم بشكل مباشر لكن يرفع او ينطي تقييم مستمر كان من ضل الحمل المن يقدم هذا تقييم رئيس المجلس يقيم الى رئيس المجلس بدورة كان يرفع رئيس المجلس مجلس المحافظة ايه من يقدم هذا رفع الى رئاسة الوزراء يرفعها بشكل مباشر فقط فقط يرفعها بشكل مباشر وايضا قبلها احنا نرفع ايضا الى من يترأس الامانة في وقتها كان في يكون نفس الشي يقدم الى امين بغداد سير تغيير على ارض الواقع طبعا هواي تغييرات مثل النفايات الموجودة في بغداد النفايات هذه مشكلة حقيقة احنا منظر كنا في الدورة والان اسمع نفس المواضيع تطرح فيها الحكومة والتي نتمنى فعلا تطبق اللي هي مسألة تدوير النفايات اللي العالم وصل بها مراحل متقدمة تسمعين لو شاهدين بعين الحقيقة بالنسبة لي الان ما شاهدت لا النفايات الموجودة بشارع النفايات موجودة لكن اقول لك الخلاص من عدها ما فكرت بحلول حقيقة نفايات المواطن العراقي تقدر ملايين الدولارات بالنسبة الى اللي بيها مواد عضوية بيها يعني هو امور العراق المستهلك طبعا فمسألة يعني ايه فتكون فيها مسألة النفايات اللي عن المواطن العراقي هي حقيقة كثيرة ومتنوعة فيها من البلاستيك والمواد العضوية الكثيرة وهذه تدخل في صناعات مختلفة بالاضافة الى انتاج الطاقة الكهربائية نفسه حتى الماء يعني يوصلوا الى مراحل بالدول نفسه عادة تدوير الماء نفسه يعاد الى ماء صالح بالشرب سيدة فاطمة بالبيع قريبا هنا عليكم اكو مكان تصعد الكابسة ما اعرف توزن السيارة ما اعرف مكانات صار بصف في القراج الطمر او المكبس او هذا يعني هذا يكون اللي يتفرغ بالكابسة يصبح مكانا مصحح ما اعرف من اختار هذه المكانات قريبة من الشقق قريبة من حركة الناس ريحة مطيبة ربما مواد مشعة ما اعرف بعضها او غيرها ومكاناتها هي المشكلة المفروضة تكون في يعني السيارة تتوسع بغداد بالاضر هذه ايضا الها معالجات حقيقة يعني هو اقول لك من ضمن هذه المعالجات يعني المطامر في الدول مو البعيدة مثال تركية هي دولة جارة قريبة جدا من العراق وما اعتقد عند هالميزانيات اللي عند العراق من رحنا في كنا مجلس محافظة وشفنا نموذج من تروح الى مكان الطمر وكأنك يعني تذهب الى متنزه وين بياموكان تركيا يعني على اطراف السنبول هي في الاطراف لكن تشوف انواع الطيور انواع الحيوانات انواع الحدائق الورود يقسمون حتى المخلفات الصحية تعزل تكون يعني على حجة ديش ما يسر عندنا كل المخلفات والله ما نقول يعني هي اكو قصدية اكو قصدية باكيج يعني اكو امور يعني اكو جهات بالدولة تحاول انه تبقى العراق يعيش بهالي الوضعية من انه فايات لغير ذلك من الامور اللي حقيقة منظرة محلو والريحة والكذا وتأذي يعني يعني بصراحة بعض التجارب كانت ناجحة من دخلة الشركات بعض الدوار البلدية كانت من ضمنها قاطع الكرادة والرصافة وحقيقة هي كانت تجربة ناجحة البعض يقول انه واحد يشجع العمالة الاجنبية واحنا اليوم المواطن العراقي ليش بدون بطالة عمل شبابنا يعني قاعد يبدون عمل مفروض حقيقة يعني أنا دامت شد أقولها ملاحظة أن المواطن العراقي خصوصا عامل نظافة كل الاحترام والتقدير إليه لكن هو طبيعة الفرد العراقي يشوفه مثل الثموال يخجل من هاي المهنة عن هي مهنة شريفة لكن هذا خجل يخليه مثلا ما يؤدي عمله بصورة صحية على اعتبار يعتبر نفسه وفعلا هو ترى الإنسان لو كل إمكانيات العراق أعطيت بشكل حقيقي للمواطن العراقي فهو مواطن مرفه بس هو على أقل تقدير المواطن العراقي حقيقي إذا تنطيب دخل بسط تشوفه مرفه بس اسمحيلي المواطن العراقي الغدمات بس اسمحيلي مواطن العراقي إذا كان مرفه فذول عددهم قليل قياسا أنا قبل ما أجي تشند في مجمع بس اسمحيلي تشند في مجمع سكني اسمه مخازن حي السلام الله وكيلي تبيوت من شينكو والمطر عليهم وعفو نزيزة ولا غير ذلك ألف عشوائية موجودة في بغداد ألف عشوائية بالتالي أكو توزيع سيء لثروة البلاد على كل لكن إحنا أملنا بكم شبير يعني المتحققون هذه العشوائية ليش أقول لك أقول لك إحنا جتين نتيجة أقول لك لا واقعنا حاليا من أقول هذه البناطق اللي هي عشوائية اللي هي ترى أغلبية ليش مباني جمعات واطئة يقول لك مثلا يعني فكرتوا في مجلس معهم طبيعة المجمع اللي أنت تجنس بيها اللي هو فدمرة يعني خاربات أو المثل الموجود بالزراع صفط بلوك وفوقها تشينكو فعلا أكو بعض خمي سمينة بيت فعلا هذي أكو هذي المفروض هيها الاتجاه مثل ما تقول واطئة الكلفة أشيئ لهم كلهم يعني تعالوا بيوتهم رتبة وتبليطهم كهرباء ومي ومجاري ومدارس ومستوصف حفظناها حفظناها الله العمال بس إحقاق الدولة ليش واطئة الكلفة واطئة الكلفة هنا حتى لا يقولون يا بفلوس ما عد نومد بس إذا تسمحني يقول من تقول واطئة الكلفة هنا هنا رح يقلم المواصفاتها لربما هذا يكون سقف خطر على المواطن أصلا يوضح بس يستر نفسه من تيكوات إذا نكون هالشكل يقول أنطلب سقف عالي حتى نوصل إلى السقف الحقيقي لما نوصل بي المواطن أنا من أقول لي دي يطلع لك الجهد منطقتك الرصادلها مبالغ مالية بمصادقة رئيس الوزراء أنتو كل اللي البنى التحتية من ماء ومجاري ويلا الإكساء يقول لي إحنا مادنين بعدنا مشكلتنا في ربط المجاري قلت لهم راح تنعادل لأن هذا الربط مو صحيح يقول لي إذا تردون إحنا نطلع المواطنين على بساطتهم يقول إحنا نطلع أموان لا سيكون داعين تطلعوا الأموان هذا واجب الدولة أقول ويسا نقول بعيدا عن يأس نترك لغة اليأس بس أسمحل سيد فاطمة هل تسمحل الداخل لغة لا نترك موضوع الإبشر إحنا جايين نقول إبشر هو إبشر إحنا نقول إبشر إذا ننقل هذه السلبية للمواطن ما نقول سلبية واقع حال سيد فاطمة لا سلبية واقع حال أولا يبدأ من المواطن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم اليوم المواطن إذا يكون أولا عازف عن الانتخابات هذه مشكلة حقيقية راح نعاد تدور الوجوه نفسه أولا لازم أنا أغير بنفسي أنا أنتخب الشخص اللي بعد ما أبحث أنه نترك فاطمة الحسني أو سين أو صاد من الناس لكن أخلي ثقتي وأمنح صوتي الإنسان اللي أشوفه أنه فعلا أنه أنا من أطرق بابا موجود أنه فعلا يقدم يعمل الشي الحقيقي اليوم البعض كان يفهم أنه عمل مجلس محافظة يقولك تجلسة وأنتم معاقبين معاملات بعض البعض والبعض لا يعرف دور مجلس محافظة هذا مو أشكل أنا أقول اليوم تشريع ألي هو تشريع لا أكثر من تشريع لعلها البرلمان من يشرع قوانين المواطن لربما فترة يحتاجي المسهف شكل مباشر لكن مجالس المحافظات هي إقرار موازنات لمشاريع خدمية أكثر مما هو تشريع نرفذها المحافظة نحن دارين نتحدث عن عمل محافظة بغضاد فكل هذه المشاريع نطبع عمل محافظة بغضاد بس لازمنا في مسألة تداخل الصلاحيات وهنا أهم المشكلة لأن البرلمان يحللنا مسألة تصويت على قانون العاصمة كان تحتاجها هذا كله فلازمنا اليوم بس المحافظة تبني مدارس تبني مستشفيات بنا تحتية تنهي المشاريع ساخبادي الأمان يجعلون نقول نحن يقدر أنه المحافظة بعد التصويت أن يجب شركات متخصصة تكمل المشروع وبعدين نسلم إلى الجهة المختصة مثل ما يصير في المدارس وفي المستشفيات أنه هي تسلم إلى وزارة الصحة والأخرى تسلم إلى وزارة التربية إلى الجهة المستفيدة من عدد نحن نأخذ النقوصات ونصوت على المشاريع ونرجع أنقذ ما هي اللجانة الأخرى التي اشتغلت بها أضو في لجنة التربية أيضا العمل بالمدارس وإحنا مشكلتنا في التعليم هي كبيرة لجزء الأهم من عدها المناهج والأبنية المدرسية وحتى باقي المستلزمات من مقاعد جلوس الطلبة كانت فيها مشكلة من الأطراف مشكلة التعيين يعني حقيقة آلاف من الخرجين والتي تحولها أولا محاضرين وأيضا تثبتوا لكن إحنا في دوامة نفس المشكلة ليزا أنون علي كل الشباب أنا اليوم من أسعى وراء التعيين وأطلب أنه أتعين ويجي تعينه بطبيعة الحال قانون أنت أول ما تتعين تتحول وين إلى الأطراف خلاص أنطي حق هاي الناس المفروض ما أقول أنا خمس سنوات أنطي يعني هي الخطأ همو بالشباب أنه حقك خمس سنوات وإمكانك تنقل إلى الوسط مش الفرق بين طالب الوسط وطالب الأطراف أنا ليش ما أخلي لمستوى التعليم هو مستوى واحد على الاعتبار أنه بعد ما عنده خبرة يعني أنا أجرب خبرتي أكتسب خبرتي أنطفت شيء دون مستوى التعليم لأطفال وطالبات الأطراف خبو ألهم حقية ألهم حقية وهذا بعد ما يكتسب الخبرة أسحبها من الأطراف أنطي للمركز خب إذنانا شو راح يطلعوا مخريجين شو راح يوصلون أن يكملوا التعليم لكن أنا أشرط أنه في البداية على الأقل حتى يكون أنا أضمن أنه هاي الناس اللي بالأطراف راح تنتج خرجين وتوصل إلى مراحل تعليمية فشي سوي أنه هم إذن أبقى اللي بالأطراف شرط أنه أنت ما تطالب ولا تبحث عن واسطة نهائيا وذا هو بيتها بعيد ما ترى شي سوي أو هي بيتها بعيد بيتها بعيد هي مو طلبة التعيين ماك واحد تكون دائرة يعني إذا طلبة التعيين وهي هو حقها لازم لازم الجهات المعنية لأن أنت قبلتك عندي كموظف أو قبل أطراف عشرين سنة ليش إحنا فقط في مجال التربية أو التدريس أبحث أنه أنا أكون المدرسة اللي أدرس بها ضمن منطقتي تحديدا حتى مو ضمن لأن هي بالنسبة للتعيين هو أصلا هي عفوا مديريات التربية هي مقسمة على المناطق ترهد قام بولد حتى بوزارة الصحة اسمح لي أطباء مو بالأطراف في البداية هي نفس المشكلة نفس المشكلة هذا قانون وحق هذه الناس اللي بالأطراف حقهم وين ليش أنا مركز صحي بالأطراف أصلا لا يكون مستشفى وإذا أريد يكون مستشفى ماذا يكون مستشفى خالي من كل المستلزمات وطبيب مقيم ما بي وأطباء خرجين جدد أو قليلي الخبرة زيان هاي الحالات الطارئس أخو إذا التربية بيها مجال ما تخص روح إنسان فبالمستشفى كارثة يعني إذا حالة طارئة أو هي متعلقة روح إنسان ترى ما راتب دقيقة زيان ما تشدت أنا أنتظر أن أقلل المركز ما أنتج أنت بأضوة لجنة تمام ومشانة تتقدم حلول مقترحات حتى ترفعون من كاهل المواطن العراقي وتقدمون خدمات الحلول هو أنا أنت ذكرت هذا ليش هو حقه أنا أقول لك حقه بالتعين أنا أنطي فرق بالراتب الشهري لتدريسي بالأطراف عن الراتب بالمركز أنطي أنطي محفزات محفزات أنطي بدل نقل أنطي خطور مثلا هذه كلها طبعا تدفع كن حافز هو الإنسان يقول لك أنا هذا الطريق ده أمشي بيها يلقى الطول هذه يكلفني خطوط نقل هذه يكلفني وقت أكثر على ما أرجع لعائلتي على عين وعلى رأسي أنا أملحك هذه المخصصات بالنتيجة هو راح يحس أنه هذا تعب في مكانه أنه هذا الفرق بسية مشكلة وزارة التربية كبيرة أنا ابتقائي تربويين ومدرسين ومشرفين يعني حقيقة يعني كلهم يقولون نفس الحاجة المدرسين وأصحاب اختصاص المحاضرين وضعهم مربك كتب ماكوا مستزمات دراسية ماكوا رحلات ماكوا ثلاث طلاب قاعدين برحلة حتى صورتهم يقعدون كتبون تطلاب على رحلة أنا أقول مثل ما هو يطرح الكتب اللي موجودة بالأسواق ده تطبع بالمطابع اللي موجودة مطابعنا المحلية موجودة لكن وزارة التربية المنترية تتعاقد تتعاقد مع المطابع خارج البيت ومرة من المرات صارت في فترات تعرفون مرات كان الإرهاب أطلفت كذا شاحنة للكتب يتأخر وصولها يعني نحن نوصل امتحانات نصف السنة وبعض المناهج كنتو أنتو باللجنة مثلا ما شدتو تقدموا مقترحات أنه تطبع الكتب وتقدم قبل بدء العام الدراسي مثلا تقدم الكثير من الحلو مو فقط مع بدء العام الدراسي ما تطبع هسا إذا نريد ندخل فيها كذا هسا مجلنا إذا عن نوايا تعرف هذه بيها مسائل مالية وأمور وكذا تسقط سياسي وتسقط سياسي وهذه الوزارة تابعة الجهة معينة بس لكن خلي نكون حقيقة اليوم أي واحد أنا برأيي بمختلف الانتماءات السياسية أنا حتى أنجح خب بالنتيجة أي كتلة أو أي قائل سياسي أو أي انتماء سياسي أنت تريد تستمر وتريد تنجح فنقول لهم نقول خلي الله بين عيونك قدم الشيء الحقيقي للناس أنا أقول لي اليوم العراق بغداد مليئة بالمطابع يابا بغداد مليئة بالمطابع هذه مطابع العتبة الحسينية والعباسية ممتاز التربية سابقا لا نطلع على النظام السابق لكن هي مؤسسات دولة كل مديرية كانت لها مطبعة خاصة بها موجودة هل أنه صعبة هل من نحن لا نمتلك أراضي لا نمتلك بنايات هل أنه الدولة عاجزة عن استيراد يعني مطابع هذه المطابع هسأني إذا أفتح مطبعة الكل مديرية هاي شقد تشغيل أيادي عاملة شقد راح تحرك لي حركة الاقتصاد بالإضافة إلى ذلك أنا موفر المناهج مالتي مباشرة لا راح يصير عندي تأخير بالمناهج ولا راح يصير عندي نقص كلها تتوفر رزين تجي إلى معامل الورق نفس الحالة تقول المعامل الموجودة ومقفول أنا هاي أرجع عيدها للخدمة هذه حركة الاقتصادة تدخل أكثر من وزارة يعني من تحيي أنت وزارة الصناعة بهذا المجال ليس بس وزارة الصناعة أنطي دعم حتى للقطاع الخاص لا نعتبد إحنا كله وزارات كثيرة تعمل نعم بالضبط القطاع الخاص زيان شنو بعد اشتغلتي في لجان مجلس المحافظة لجانة الشباب والرياضة يعني مختلف تفاصيلها بالنسبة للملاعب والشباب تدعملهم نفس الحالة أبسط شي يطلبون الملعب الخماسي يعني الحمد لله كيف يكلف الملاعب الخماسي؟ والله التكلفة نعوفها للمحافظة لأن تختلف هي حسب تقريبا يعني إحنا ما ندخل بالتكلفة المالية لأنه يطلع يطلعون لجان كشف فيه يعني قدم كان بعضها تنجز عن طريق المحافظة بعضها كان إنجازها يتم عن طريق الشباب والرياضة بعضها عن طريق الأمانة فحسب يعني بعضها تكون يعني ملاعب مخماسية الملعب كان اللجان الأخرى اشتغلت بها حسنا حتى ندخلنا الخدمات والتربية ورئاسة لجنة النازحين قلناها لا ما قلنا حسنا نقولها ونائب رئيس لجنة السياحة والآثار ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان ممتاز الآثار أكو اعتناء بالمناطق الآثارية عندنا في بغداد السياحة في بغداد والله حقيقة هي مظلومة عندنا هو المناطق السياحة يتقسم إلى سياحة دينية في بغداد موجودة عندنا سياحة دينية ابتداء من مرقد الإمامين الكاظمين عليه السلام إلى مرقد الإمام أبي حنيفة هو القيلاني كثير من المراقب وغيرها 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 هذه كلها حقيقة بس اليوم تشوف أنت تنمشوا أيضاها كلها واردات المدرسة المستصرية شو قد أخذ مرة جرتها المدرسة المستصرية أنا أروح لها دائما شوفيني النفرات الموجودة قريبة من أدها؟ مع الأسف حتى ضفها في النهر حقيقة هذه مشكلة بس يقول التغييرات التي صارت مؤخرا طرأت على شارع للعلم في دورات كثيرة كانت دائما الأولى في الإهتمامات هي إعادة تطوير وسط بغداد والبغداد القديمة أحنا نسميها وشوارعها وأزقتها المتنبي والسراي وسوق الصفافير واللي بقى هو بس اسم يمكن محل أو محلية الحقيقة ومحلات الأنتيكة والنحاسيات هناك فتشي كلش حاقة هذه تجذب السواح إلى حد الآن متعة لكن المناطق القريبة من عندها كلش مهملة كلش به هواي نفايا تقريبا أنا هواي نزورها نحن قلت لك إحنا قدنا مشكلة في أنا اعتبرها نقول تسويق تسويق النفايا يعني أنت من ترفعها هسا أعتقد عبرنا حتى مرحلة ترفعها أنه أنت هنا تعتمد على إدارة الدوائر البلدية وثقافة مواطن ثقافة المواطن زين أنا أتمنى لش كل التوفيق سيد فاطمة وماليد أصادر جهودش بالعكس أكبر بيش كل هاي اللجان اللي اشتغلت بيها وأتمنى لش التوفيق إن شاء الله تكوني مرة أخرى أعضو مجلس محافظة بغداد وتقدمين يعني خدمات بيحلة جديدة إن شاء الله برؤية جديدة بروح جديدة لكن أنا أرد أسأل السؤال قبل ما أخذ الدارج بالعراق أنه مثل هذا المجسب لا أرى لا أسمع لا أتكلم المفروض هل يصير في دوار الدولة؟ لا طبعا أنا أرى وأسمع وأتكلم وأتكلم بصوت عادي وأكتب وأرفع إلى الجهات ووصلت عندي مرات هواية حتى لو وصلت إلى التهديد لكن أوصل صوتي لأن حق المواطن علي اللي منحني صوته وخلاني في هذا المكان وهو مكان خدمة لن يفتشي أنه أحد لازم أنا أكون على قدر المسئولية وقدر الأمانة وأرفع صوتي عالية لن أرفع إيلي للتصويت من يقالي يصوتي ونعم لا أبدا ما هو يقال؟ صوتي أو لا تصوتي؟ للبعض، للبعض ممكن يصوت أو لا تصوت أو مثل ما لكن لا، أنا أرفع صوتي المواطن علي اللي هو أنا أمثل صوتي المواطنة أنا أتمنى على شكل التوفيق شكرا لشجعتك شكرا لكونك عراقية أصيلة تحبين بغداد وحبين العراق وأنتم مشاهدي الكرام تظلونا في حلقات أخرى من برنامج أبشر أبشر يا عراق موسيقى 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 موسيقى